موسيقى موسيقى في الوقت عدل غتي كنت كنت طلع عند حبيبي للدر في حي النصر فعندما طلعت عنده قلت له وخطيته يعني الرقم ديالي قلنا كان هادره قللي انا كان حرق يعني وخطيته في تواكسي قلت له قلت له انا بغى ان حرق حيث مما عنده سراطة وبغيت يعني تعالج وخطيته يعني طيني الفلوس على شكل دفوعات قلت كنت طيني الف درهم تل الفين درهم منهار اللي كنا يعني خارجين باش قللي يعني عمشي ونحرقو وطلع الوحد دار في المانار اللوله قللي انا نجمع شي حواجه هادره اعطاني واحد الباسطية باش نشاربه قللي باش ما تضخيشي صافي ما عقلش على راسيته لغدا الصبتراسي يعني وقع لي ديك الواقعة وصافي يعني قلت كنت سنسمعه وكي هذا وكي قايه دار معايا عرفني على العائلة ديالو ما كنت شعارفة مزوج تاكن جاو حد شخص من العائلة ديالي بغاي تزوج بيا وهذا يعني هو عتارد قللي نجي صاح الخطيبة ديالي قلت له انا ما يعني ما وافقت شي ماما ما وافقت شي لغدا فأي دابه كي ناعس مع عائلة عاد قتلي انه مزوج عنده يعني الولاد وقتلي هدا قتلي انا الولاد خني لدارو انا الولاد دار لي فعلي قتلي انا الولاد نعس في الكامان ديالو وانتي يضحك بك عاملك في حل الطوالة يخوفك ويمشي قتلي انا تصدام ديال الصباح هادك يعني مع ستة الصباح يعني صونات لي انا تصدام طلعت الكوميسارية عن صونات لماما ماما في خبارها والو يعني في عيطلة ما بغيت نقول لحيت ماما عنده سرطن وخفت يعني دخل في شي صدمة او شي حال فجأت حدايا قتلي ملكي بقيت كتبكي وعدها قتلي وش مدابزة وش ديال شي حاجة قتلها لا قتلها بقيت نديكلاري بنو حسين قتلها لاش قتلها هو راضي يعني قتلها في جديعة قتلها رغصاص ابني وعشنو عاوة تلهم اللويل وياني دخلنا ديكلارينا به اوال حاجة ديالي في الشرطة القضائية ما نصفتني شو اللويل بقيت كتخطي فيها وبقيت كتخول بيزاف ديالها دراس قتلي اللي ما عندو شي يعني اللي كي كذب وهادي وما مضلوم شي ما شنو كي وقع له و معها شرطية و أخرى كنا قدام أحد الحانوت قال لي شوفي في أمزان و عقلي عليها نهار لعتشي الدكلاري بي رادي اللي عدي لك المحضر و فعلا نهار اللي بشي الدكلاريت وبزاف دي الحوايج ساق الخبار قاك يصوني لي كي هددني كي يجيب موخوتي و تال عندي تال الدار و هادوني يا لها العيلة دياله قيت كنك تشوف بزاف دي الحوايج أنه عنده ما عندوش مراوحدة بزاف دي الحوايج و من بعد بقى كي يطلقاني ميكان هباطك و تخذ دمه في الليل كي يطلقاني إحداد دار ديالنا قدام الدار ديالنا كي يديني صحاب بزاف الحوايج يعني يخشى لي موصف رجلي أعمل معي وحد الفيديو سب الدلع و الضرب و بزاف دي الحوايج و كان كي يعنفني دايما و كان كي يقول بزاف دياله دايما كي يقول بزاف دياله دايما كي يقول انتي مكتخدمي شي انتي كتفسد انتي عاهرة انتي عاملة انتي فعلة و دابا حاليا كي يقول لهم انهي انا مدرتواله و هي اللي بغت زوج بي بزز و صافي لا تشي كين فعلا و كان صحقا على الابنات اللي هاي تجهون هالطرق هذي و لايقولوا هاي حرقوا و لاشي حاجة لما كانتش بروراق و لاشي حاجة ما كان صحهم شي انهم يمشيوا حتو للا نصب الحتيال بزاف و ما نصبش علي مارا وحدة نصب علي يقال لي عن حرقك دالي فلوسي دالي مليون و النصب و نصب علي يدالي تليفون و البطاقة ديالي حد الان ما معطها لي شيء يعني عودت وحدة من جديد و المرة الثالثة قال يعني نزوج بي كان كي سيسمعي باش نوصل انا ال 18 عام ولكن قبل بشهر انا مشي اديك لاريس بيه تقدم للدار ديالنا فاشقيت انا يعني زيارت عليه وهذا تقدم للدار ديالنا قاكي قول مما اهدر مع ختي الولى قاكي قول لا انا باغي اختك و انا ناوي المعقول و انا هادي و انا هادي قبل ما انا نعرف انه مزوج و بشمع ذيك العيلة و فعلا هندرت معاه و اختيالي صنات لمما و قتلها انسان طيب و هادي حتوا عنده فعلا عنده حلو تلسان و هادي اليال البنات اللي كتغرر فيها بزاف الرجال حت مصفي انا كنحسبوه ماشي رجال و يعني كتطلعو شمايت في الاخر حت ما كيفكروا ش عندهم الام ديالهم الاخ ديالهم بزاف ديالهم بزاف ديال الحواجو يقدروا يعني يوصلوا الو حد طرائف اللي خيبة و كي سميت و صافيه دار مع اختيه دار مع مما يعني قد عني بوحة طريقة اللي هي لا تصوريهاش لا تصوريهاش اه هو تقدم ولكن ما معرفش ما يعني ما واجهناش مع بعضنا ادخلت انا بوحديتي و يعني تلقى قوال ما اخداهم شي بالتطبق يعني ضغي ضغي اخدا غي شي حالة و صافي قلي بسمي وبصامت و قلي صافي سيري و ما قليش فوقش على الرجاع ولا شي حاجة انا كان طالب بالحقوق ديالي وبزاف ديال الحواجو ما بغاش اي بنت تعرض لهذه الشيادة و كان صحقا على البنات انه ما يوصلوش لهذه الشيادة او يتقف شي واحد و لو كيكون انه عمل بها عقد الزواج كي يعمل له شي مشكل و ما كيعترف شي بيه ما تنسوش تقبونا و فلاشيني يوتيوب و تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام